موسيقى طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام النشرة الاقتصادية من قناة يامن شباب ونبدأها بالعنوين مع موجة نزوح قادمة من الحديدة ارتفاع قياسي لإجارات الشقق والمنازل في صنعان أزمة غير مسبوقة في الدواجن بالأسواق اليمنية وارتفاع مضاعف في الأسعار مشروع الاتصالات الحكومي يرى النور فيما ميليشيا الحوثي تحتجز أرصدة شركة امتئن وتستولي على أموالها موسيقى أهلا بكم ومن العنوين إلى التفاصيل حيث ارتفعت إيجارات الشقق والمنازل في العاصمة صنعان بشكل غير مسبوك تزامنا مع نزوح ألاف الأسر من مدينة الحديدة جراء المواجهات المسلحة الدائرة فيها وذكرت مصادر عقارية أن إيجار المنازل المكون من ثلاث غرف وصل إلى خمسون الف ريال مقارنة بأربعين الف ريال في السابق فيما ارتفع الإيجار لمنزل مكون من غرفتين فقط إلى خمسة وثلاثين الف ريال فيما قفزت إيجارات الشقق المفروشة إلى ما يعادل مئة وخمسون الف ريال وأجبرت ألف الأسر على النزوح من مدينة الحديدة بعد قيام ميليشيا الحوثي بقطع خدمات مياه الشرب عن المنازل ونشر مسلحيها في المناطق السكنية وكانت إيجارات المنازل في صنعاء قد ارتفعت منذ عامين نتيجة للطلب المتزايد على المنازل المعروضة للإيجار سيما وأن صنعاء تحتضن منذ بداية الحرب عشرات الآلاف من الأسر النازحة من المحافظات التي شهدت مواجهات مسلحة خصوصا تعز والبيضاء وصعد وحج ويعاني النازحون من محافظة الحديدة من مشقة الحصول على منازل للسكن في مختلف المناطق التي يفرون إليها كونهم معدمون وخرجوا من منازلهم دون أن يمتلكوا شيئا انخفضت أسعار الطماطم في العاصمة صنعاء خلال الآوينة الأخيرة بشكل لافت بعد أن تم ضخها في أسواق العاصمة من مزارع محافظة صعدة وقال مستهلكون اليمن شباب أن سعر الكيلو الطماطم الصعدي وصل إلى نحو مئة ريال في سعر هو الأدنى له منذ فترة طويلة وأرجع باعة خضروات بسبب انخفاض سعر الطماطم إلى صعوبة التصدير إلى دول خليجية وعربية خلافا لما كان عليه في السابق قبل سنوات الحرب واضطر منتجو الطماطم من ملاك المزارع في المناطق الشمالية من البلاد إلى رفض الأسواق المحلية بكل منتجات حصادهم حتى لو لم يربي ذلك الأسعار التي اعتادوا عليها في السنوات السابقة كما سعد غياب الثلاجات المركزية للخضروات في المحافظات اليمنية في انخفاض السعر إلى هذا المستوى كون وجود الثلاجات المركزية يحافظ على المنتجات من الخضروات فترة طويلة مع ضمان استمرار سعرها ثابتا دون أي انخفاض في القيمة ويتكبد مزارع الطماطم خسائر اقتصادية فادحة تقدر بملايين ريالات نتيجة ارتفاع نسبة فاقد ما بعد الحصاد بحسب دراسة اقتصادية ورغم خصوبة التربة اليمنية وما تجود به من انتاج وفير لأجود أنواع المحاصيل إلا أن زراعة الطماطم تواجه العديد من المشاكل أبرزها ما يتعلق بمدخلات الانتاج وغياب الاستثمار في تصناع معجون الطماطم وغيرها من الصناعات ألقت الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد وتراجع سعر الصرف للعملية الوطنية أو للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية ألقت بظلالها على معظم ما يتعلق بالقوت المعيشي للمواطن ومنها الدواجن والتي شهدت أسواقه ارتفاعا غير متوقعا في الأسعار بلغ ضعف ما كان عليه في السابق التقرير التالي يرصد معاناة المواطنين مع ارتفاع أسعار الدواجن في مدينة تعز ويبحث عن الأسباب تشهد أسواق الدواجن في المحافظات اليمنية وفي تعز على وجه الخصوص ارتفاعا قياسي للأسعار بشكل غير مسبوق وشكا عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة حيث أصبح الحصول عليهم لمن يستطيع إليه سبيل وحتى وقت ما قبل الحرب كانت الدواجن هي البديل الأمثل لكثير من اليمنيين في عيد الفترة مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلا أن ما تعرضت له مزارع الدواجن خلال فترة الحرب أفقدها ميزة سهودة الحصول عليها من قبل المواطنين وحسب القائمين على مزارع الدواجن فإن الارتفاع في الأسعار يعود إلى توقف استيراد المواد اللازمة لإنتاج الدواجن وإلى توقف وإفلاس العديد من شركات ومزارع إنتاج الدواجن بالإضافة إلى ارتفاع كلفة المواصلات داخل البلاد بسبب أزمة الوقود سبب ارتفاع الكتاكي من 150 إلى 120 إلى 200 قبل 300 والآن في ارتفاع بالعلا وفي عدما أيضا بالعلا بسبب تقصم المقاومة الشعبية فيها قد إدار لأنها تتكسل الآن واحد الآن ما في المخزون القديم بس الآن الانتاج ما فيش ودمرت الحرب التي اشتدت منذ انقلاب جماعة الحوثيين إنتاج الدواجن في اليمن وأغلقت أغلب الشركات العاملة فيه بعد إعلان إفلاسها وتشير المعلومات إلى أن 20 مزرعة للدواجن تعرضت لقصف من الطيران فيما أدت حروب الحوثيين في محافظات وسط وجنوب اليمن إلى أغلاق حوالي 70 مزرعة أخرى للدواجن ويشير إلى أن المزارعين تكبدوا خسائر فادحة بسبب الحرب لم يسبق لها مثيل نتج عنها إفلاس كثير من المزارعين والمستثمرين في هذا القطاع وبحسب بيانات رسمية السالك ليمنيون في 2013 نحو 265 ألف طن من اللحم البيضاء تمكن الإنتاج المحلي من تغطية 60% منها دشن الرئيس عبد الربو منصر هدي في العاصمة المؤقتة عدن شركة اتصالات حكومية جديدة متخصصة في تقديم خدمات الإنترنت تحت اسم عدن نت وتبلغ تكلفته 100 مليون دولار أمريكي التقرير التالي يرصد مزيدا من التفاصيل حول شركة الاتصالات في عدن إلى التفاصيل بعد ثلاث سنوات من سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في صنعاء في 2014 ميلاديا وتحكمها بخدمة الإنترنت والاتصالات في مختلف البلاد تمكنت الحكومة شرعية أخيرا من تدشين شركة اتصالات وإنترنت عدن نت التي من شأنها سحب سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات ومن شأن هذه الخطوة الاقتصادية أن تجفف موردا ماليا هاما للحوثيين باعتبار أن هذا القطاع ساهم بتزويد الحوثيين وتمويلهم طوال الثلاث السنوات الماضية والاثنين الماضي دشن الرئيس هادي حزمة من مشاريع الاتصالات والإنترنت بحضور رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وهي بوابة عدن الدولية شبكة عدن للتراسل الضوئي الدولي ومزود خدمة الإنترنت عدن نت وشبكة عدن للإنترنت اللاسلكي ومركز عدن للسيطرة والتحكم وسنترال عدن للوسائط المتعددة وشبكة عدن للجيل الرابع وشبكة عدن لتراسل المعطيات والكابل البحري الدولي والتابعة للمؤسسة العامة للاتصالات وبلغت تكليفة هذه المشاريع الحكومية نحو 100 مليون دولار أمريكي شمل كافة التجهيزات المصاحبة وبكفاءة وخبرات يمنية وبحسب تصريحات لرئيس الوزراء فإن هذا المشروع سيوفر سعات تفوق 80 مرة عن ما هو متاح اليوم في البلاد ويمنح مستخدمي الإنترنت سرعات هائلة وسعات غير مسبوقة ووضوح أكبر في المخرجات وسعر أقل في حين حدد وزير الاتصالات لطفي باشريف إطلاق خدمة شبكة الاتصالات الجديدة عدن نت رسميا للمشتركين نهاية يوليو المقبل وقال باشريف إن الشبكة الجديدة ستحدث نقلة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتبادل المعلومات وسيتم الرقيبها إلى المستوى الذي يواكب متطلبات المجتمع المحلي وارتباطه بالعالم الخارجي إلى جانب توفير فرص عمل لعشرات الآلاف من الشباب سيرفض المشروع خزينة الدولة بمبالغ مالية ضخمة وبها سيتم دعم التنمية المستدامة في قطاعات التعليم والصحة وغيرها على حد قوله وأوضح أن الأسعار ستكون أقل بكثير من الأسعار التي تقدمها شبكة يمنت حاليا لتصبح في متناول الجميع وبسرعة نقال الجيل الرابع 4G ومهيئة للانتقال إلى الجيل الخامس 5G أصدرت محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء أمر أن يتضمن حجز أرصدة شركة MTN للاتصالات في جميع البنوك والصرافين تمهيداً لاستحواذ ميليشيا الحوثي على أرصدة الشركة وقامت ميليشيا الحوثي بالاستحواذ على أرصدة الشركة للاتصالات عبر حكم قضائي صادر من محكمة الضرائب الابتدائية في العاصمة صنعاء تضمن حجز أرصدتها في جميع البنوك بالإضافة لأي مبالغ مالية ممولة أو مودعة على حسابتها أو تم توريدها باسمها وجاء في نص الحكم الصادر في الرابع والعشرين من يونيو 2018 طلب مصلحة الضرائب الحجز التنفيذي على أرصدة المنفذ ضده شركة الاتصالات وكذلك الحجز على أي توريدات يومية يتم إداعها وتوريدها لحسابات المنفذ ضدها لدى جميع البنوك وشركات الصرافة العامة في اليمن وتوريدها إلى حساب مصلحة الضرائب التابع لسلطة الميليشيا راصداً تسعة بنوك وشركات صرافة في العاصمة والتي تم حجز أرصدة شركة الاتصالات فيها ويأتي الإجراء الحوثي بحجز أرصدة MTN للاتصالات كخطوة استباقية لمشروع الاتصالات والإنترنت عدن نت الذي دشنته الحكومة في عدن والذي من شأنه تحرير قطاع الاتصالات من الميليشيا وتجفيف مواردها المالية من قطاع الاتصالات شنت ميليشيا الحوثي حملات تفتيش على شركات الصرافة وصادرت كافة العمولات فئة 500 و1000 ريال من الطبعة الجديدة دون أن تعمل على تعويض شركات الصرافة والتي باتت تتلقى خسائر مستمرة لفعل الممارسات غير القانونية التي تقوم بها الميليشيا ضدها ودأبت ميليشيات الحوثي خلال سيطرتها على صنعها على تنفيذ حملات أمنية وفرض جبايات لاكتزاز شركات الصرافة وغيرها من المحلات التجارية وكانت العديد من شركات الصرافة بصنعها قد قامت بإبراز إعلانات تحذيرية على واجهتها الزجاجية تحذر فيها عملائها من قبولها لأية عملات من فئة 500 ريال و1000 ريال من الطبعة الجديدة تفاديا لتعرضها للنهب والخسارة وبحسب عاملين في محلات الصرافة فإن قرار الحوثيين منع التعامل أو منع التعامل مع النقود الجديدة عمل على خلق أزمة سيولة جديدة كما أنه فتح الباب على مصراعه للمتاجرة بالعملات في السوق السوداء وفق مجلس الوزراء على نقل المراكز الرئيسية للصنادق الإيرادية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن ومعالجة أوضاعها جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس بالعاصمة المؤقتة عدن وأشار رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إلى أن الميليشيا الإنقلابية رغم نهبها ثروات الشعب ومصادرة حقوقه واستحواذها على نصف إيرادات البلاد إلا أنها لم تلتزم بدفع مرتبات الموظفين في المحافظات التي تسيطر عليها وأوضح أن الميليشيا الحوثية تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجها وتنهب بعضها لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي وده الرئيس عبد الربو منطر هادي باعتماد 30 ميجا وات كهرباء لمحافظة تعز وتعزيز المحافظة بالنفقات التشغيلية إضافة إلى انتظام صرف رواتبها واشدد الرئيس هادي على الحكومة خلال لقائه قيادة محافظة تعز في عدن على ضرورة إعادة الحياة إلى تعز وتطبيع الأوضاع فيها وتثبيت الأمن وتأمين المواطنين وفي اللقاء أعلن بن دغر عن اعتماد ميزانية جديدة للقطاع الصحي وترميم المؤسسات الحكومية في المحافظة مشيرا إلى أنه سيتم دفع 500 مليون ريال لصالح مستشفيات تعز ومليار ريال لترميم المؤسسات الحكومية تشهينا في مدينة تعز مشروع عملية إصلاح البنية التحتية لبعض شوارع المدينة فيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي وقال مدير مؤسسة المياه الصرف الصحي بدري الإبي في تصريح الليبن شباب إنه تم تدشين عملية إصلاح البنية التحتية لبعض شوارع تاز فيما يخص الصرف الصحي للمناطق التي كانت تتعرض للسداد مثل شوارع جمال والعواضي ومحمد علي عثمان وقع محافظ حضر موت الليواء فرج سالمين البحسن بالمكلة مع شركة ألمانية على عقد دراسة فنية لمشروع تطوير منظومة الكهرباء في المحافظة لتغطية احتياجات المحافظة ساحلا وواديا حتى عام الفين واربعين وستقوم بتنفيذ الدراسة شركة فيتشنر وهي إحدى أكبر الشركات الألمانية المتخصصة في الدراسات والأعمال الهندسية لمشاريع الطاقة وتتضمن الدراسة عمل مسح ميداني لكافة محطات التوليد وشبكات النقل ومحطات التوزيع ومراكز التحكم في الساحل والوادي وتجميع المعلومات عن الوضع الحالي لتلك المرافق والتحقق من توقعات الطلب على الكهرباء من كافة القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وذلك للتخطيط لاحتياجات كل من الساحل والوادي مع الأخذ بالاعتبار النمو في كل القطاعات حتى عام الفين واربعين وتستغرق مدة الدراسة خمسة أشهر وهي تمثل المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية وتليها المرحلتان الثانية والثالثة وتتمثلان في إعداد وثائق المناقصات للمشاريع المقترحة المقترحة واختيار أفضل طريقة لتنفيذ تلك المشاريع ومن ثم الإشراف الميداني على التنفيذ وقال محافظ حضر موت إنه على ضوء هذا المشروع سيتم وضع خارطة طريق لاحتياجات حضر موت ساحلا وواديا للطاقة الكهربائية حتى عام الفين واربعين وبناء وإنشاء محطات ومشاريع بناء على خطط واضحة وأضاف أن أهمية المشروع تنطلق من اعتماد شركة ألمانية تعد من أكبر الشركات في ألمانيا والعالم في مجال وضع الدراسات والأعمال الهندسية لمشاريع الطاقة كشف التقرير السنوي للهيئة العامة للمصائد السماكية في حضر موت عن إجمال إرادات الهيئة لعام الفين وسبعة عشر والتي بلغت مائة وستة عشر مليون ومائتين وتسعة ألاف ريال جاء ذلك خلال اجتماع لمحافظ حضر موت اللواء فرج البحسنين مع المكتب التنفيذي بالمحافظة خصصا أو خصصا الاستعراض ومناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمصائد السماكية في البحر العربي لعام الفين وسبعة عشر وذكر التقرير أن موارد الهيئة من رسوم الخدمات التسويقية للصادرات السماكية مقابل إصدار الشهادات الصحية بلغت مائة وستة عشر ومائة وستة عشر مليون ومائتين وتسعة ألاف ريال فيما بلغت الرسوم رخصة مزاورة مهنة تصدير مليون واربعمائة وخمسين ألف ريال وبين التقرير أن إجمال الكميات المصطادة من الأسماك والأحياء البحرية المختلفة بواسطة القوارب بلغت حوالي أربعمائة وأربعة وستون طن بقيمة إجمالية تقدر بحوالي مائة واربعة وثمانين ألف وتسعمائة وسبعة عشر دولار فيما بلغت كميات الأسماك والأحياء البحرية المصدرة خلال العام الفين وسبعة عشر حوالي 28 ألفا ومئة طن بقيمة إجمالية بلغت حوالي 114 مليون وستمائة وواحد وثلاثون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريالا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل وصول باخرة إلى ميناء المكلة تحمل على متنها 7200 طن متريا من المزود كهرباء مأرب تضيف 20 ميجاوات إلى منظومتها لمواجهة حر الصيف قطر الأولى عالميا في تصدير الغاز الطبيعي المسال في 2017 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر اهلا بكم من جديد وصلت إلى ميناء المكلة باخرة نفطية تحمل على متنها نحو 7200 طن متريا من مادة المزود وقالت مصادر عاملة في شركة النفط بساحل حضر موت إن الباخرة النفطية جلف بلوتو التي تحمل على متنها 7200 طن متريا من المزود مخصص لتشغيل محطات توليد الكهرباء بساحل حضر موت ويأتي وصول هذه الشحنة في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرامة بين شركة النفط وجركة أحقاف حضر موت بعد فوزها بالمناقصة التي كانت قد أعلنتها شركة النفط في وقت سابق لتوليد 30 ألف طن متريا من مادة المزود لمحطات كهرباء الساحل بتمويل حكومي وهي الكمية التي وصل منها الآن أكثر من 24 ألف طن من مادة المزود منذ توقيع الاتفاقية في التاسع من شهر مايو المنصر بدأ فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة مأرب بتشغيل محطة جديدة بقدرة 20 ميجاوات لمواجهة فصل الصيف وقال مدير عام فرع الكهرباء في مأرب عبدالهادي الشبواني في تصريح خاص خلال تشغيل محطة الكهرباء التابعة لشركة الحلول البديلة إن المحطة ستضيف 20 ميجاوات لمنظومة المؤسسة وستغطي مركز المحافظة والمناطق المجاورة للمدينة ومنطقة الزور وأضاف أن هذه المحطة تأتي إضافة إلى المحطة التي تم تشغيلها أواخر شهر رمضان لتغطية مدريات الجدعان ومنطقة الروضة وأشار إلى أن هذه المحطة ستغطي العجزة القائمة في الكهرباء مع دخول فصل الصيف وزيادة الأحمال حتى يتم استكمال الربط مع المحطة الغازية وبذلك ترتفع المنظومة الكهربائية في محافظة مأرب إلى 70 ميجاوات موزعة على مختلف المديريات في ظروف النزوح المريدة تظهر بوارق أمل تتمثل بأفكار تقود إلى مشاريع كبيرة لصالح النازحين وحتى يتمكن من مواجهة قساوة المعيشة خارج الديار هذا ما فعلته مديرة تعليم الفتاة بوزارة التربية والتعليم بعد نزوحها من صنعاء إلى مأرب المزيد في هذا التقرير فرضت الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية الإمامية على أبناء اليمن واقعا مرا ونتيجة انقضاع رواتب الموظفين الذي جاء بسبب نهب مؤسسات الدولة تاقمت معاناة اليمنيين وخاصة الموظفين فهذه الأستاذة رضية النجار مدير تعليم الفتاة بوزارة التربية والتعليم نزحت إلى مأرب هي وأسرتها ورأت أنه لا بد من إنشاء مشروع يدر عليها وعلى أسرتها الدخل بشكل يضمن لها العيش ولو في حد الكفاف نحن مشروع مخابز ومعجنات لذيذ مشروع مجموعة من النساء كانت موظفات في حيث التربية والتعليم ونظرا لعدم وجود الرواتب لمدة أكثر من سنتين فكرنا نحن لابد أن نعمل لنا مشروع ونأكل منه رزق لكي لا نجلس بدون مرتبات بدون ما يعول أسرنا وأبناءنا وأولادنا ولكي نعين أزواجنا في العمل فاضطرنا لفتح هذا المشروع وكانت فريق مجموعة من النساء مساهمات كل واحدة دفعت مبلغ اللي باعت جزء من ذهبها واللي كان معا مبلغ بسيط فكان مساهمات بسيطة وفتحنا مخابز ومعجنات لذيذ فكرة المشروع اعتمدت على توظيف نازحات من مناطق شتاء لإنتاج الأكلات اليمنية التقليدية وبيعها كالملوج واللحوح وبعض المعجنات الصنعانية كالسنبوسة والكعك بأنواعه بدنا بمخبز الخبز والرغيف العادي والآن فتحنا الفرع الثاني مع معجنات حلويات كما ترون ترى تلقاتوهات الخبز الملوج الشعير البلدي اليمني بنت الصحن اللحوح كل منتجاتنا اليمنية نصنعها هنا في هذا المخبز بداية لما فتحنا المشروع كنا متخوفات صراحة جدا لأن الواضع والبيئة وعدم تقبل المرأة لسوق العمل وجودها في المبيعات وجودها في سوق العمل ودخل في البيتها تشتغل كان في معارضة كثيرة لهذا الجانب فكنا متخوفات جدا نحن المساهمات والعاملات مع بعض كان في صعوبة أيضا في وجود عاملات أن يتواجد معنا ويشتغلين ويخرج من بيوتهم لكن تفاجأنا فعلا أن المشروع مشى وانطلق وزبائن ما شاء الله لا يقفوا يعني دائما يطلبوا منتجاتنا البلدية والحثة الحلويات وجميع منتجات مطلوبة جدا حسينا أن في انطلاقها كبيرة طبعا المساهمات نازحات العاملات نازحات إدارة المشروع نازح كلنا نازحين ونبحث عن لقمة العيش أغلب العاملات هم ساكنت في المخيمات وفي الكنتيرات التي شكلوها للنازح تعمل النازحات في هذا المشروع في ظل أجواء صعبة جراء ارتفاع درجة الحرارة لكن المشروع شهد إقبالا كبيرا لشراء هذه المأكولات بنوعيها التقليدي والحديث وهو ما جعل هذا المشروع البسيط مشروعا ناجحا جديرا بالتقدير ويستحق الاختداء به محمد عبد الكريم من القناة يا من شباب مأرب حازت دولة قطر على المركز الأول عالميا في تصدير الغاز الطبيعي المسال خلال 2017 بإجمال 103 مليار متر مكعب وفق التقرير السنوي الصادري عن شركة بريتش بتروليوم وأوضح التقرير أن الصادرات القطرية من الغاز المسال شكلت منسبته 26% من إجمال صادرات الغاز العالمية في 2017 والبالغة 393 مليار متر مكعب يشار إلى أن قطر تنتج 77 مليون طن سنوية من الغاز الطبيعي المسال وتتجه الدولة الخليجية إلى رفع إنتاجها إلى 30% بحلول عام 2024 وبشأن أكبر مستقبل الغاز القطري فقد جاءت الدول الأسيوية في المقدمة بواقع 69 مليار متر مكعب بقيادة كوريا الجنوبية التي استحوذت على 15 مليار متر مكعب وتليها الدول الأوروبية ب23 مليار متر مكعب على رأسها إيطاليا ب6 مليار متر مكعب سنويا قال مصرفيون في منطقة الخليج أن الدنار البحريني نزل إلى أدنى مستوياته في 17 عاماً أمام الدولار الأمريكي في الوقت الذي تبيع فيه صنادق التحوط سنادات بحرينية بسبب المخاوف من الدين العام المتنامي للمملكة وإن خفض الدنار إلى أربعة أشار للدولار في السوق الفورية ويقول المصرفيون أنهم لم يرصدوا أي استهداف منسق للعملة لكن غبوط أسعار السنادات الدولية البحرينية في الأسابع الأخيرة أذكى مخاوف في سوق الصرف الأجنبي وتراجع الدنار أيضاً في سوق العقود الآجلة لأجل عام إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2016 فيما وصلت أسعار السنادات الانخفاض وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية البحرينية ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوى قياسي بما ينطوي احتمال نسبته 30% للتعثر في السداد في السنوات الخمس المقبلة تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها في أكثر من 6 أشهر في الوقت الذي بقي فيه الدولار قرب أعلى مستوى له خلال عام في ظل تساعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وانخفضت أسعار الذهب إلى 20% أو إلى 20% إلى 1249 دولار للأوقيا وفي وقت سابق من الجلسة لمس المعدن النفيس أدنى مستوى له منذ منتصف ديسمبر عند 1248 دولارا للأوقيا شكلت في محافظة أبيان لجنة من السلطة المحلية لحصر الأراضي التي انحسرت فيها الزراعة وذلك لمجابهة الأخطار التي تؤدي إلى انحسار المناطق الزراعية وأكد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي الحامد على أهمية دعم القطاع الزراعية في دلتا أبيان ومنع انحسار وتقلص الأراضي الزراعية مشددا خلال لقائه بالقيادات الزراعية والري والاتحاد التعاونية الزراعي ومكتب التخطيط والتعاون الدولي على ضرورة تنسيق الجهود للاهتمام بالأراضي الزراعية واستغلال مياه الأمطار في الري من جانبه أوضح مدير مكتب الزراع والري حسين الهيثمي أن أسباب انحسار الأراضي الزراعية تتركز في التوسع المعماري على حساب الأراضي الزراعية وعدم بصول مياه السيول إلى بعض المناطق في دلتا أبيان تشتهر محافظة عدن بصناعة وتحضير البخور وتسويقه وتصديره كما يحظى برواج وإقبال في الداخل والخارج التقرير التالي يصلط الضوء على هذه الصناعة العتيقة والتي تتميز بها عدن دون غيرها من المحافظات اليمنية تستأثر عدن بتاريخها في صناعة البخور المتميز كمدرسة مستقلة تتشابك فيها الجودة والأصالة حيث اشتهرت على مر العصور بصناعات عديدة منها صناعة البخور العدني الذي تجاوزت سمعته حدود الجزيرة العربية ومن سواحل عدن قديما شق طريق رحلته جيلا بعد جيل تتوارث الأسر العدنية امتهان صناعة البخور ويبقى سر تميزه عند تلك النسوة لم تستطع غيرهن محاكاتهن في جودة صناعة البخور الذي كان مصدر دخل للكثير من الأسر في عدن تأثر أيضا كغيرها من السلع بسبب الحرب التي رفعت أسعار مكوناته وانعكس على ارتفاع سعره وبالتالي قل عدد طالبيه مكونة الرئيسية طبعا زي ما قلنا من سابق العود الضفر العطر هم الثلاث الأمور الأساسية بعدين فيها العنبر الخضاب اللدنة المسك عدا مشهورة في البخور من زمان ومتلددين في شغل البخور فعندهم أفكار في ما يخمروا سامان البخور قبل ما يطبخوه يعني كل طباخ أو طباخها بالمعالي الأصح عندها فكرة في طباخة بخورها تركيز استخدام البخور في مناسبة الأعياد مناسبة الإقازات ولدت في فكرة أن البيع والشراء يحسن من دخل الأسرة ولهذا قمت بطباخة البخور وبيعها على شكل تفريقة لبعض النساء حتى يستفيدين ونستفيد في نفس الوقت يعني بيعين بأقور أعطيهم يا بأقور مخفضة حتى هن ايه؟ يرفعين لهن ويعايشين ولهذا استمرت في هذا الشيء وكان مردود عليه الطلبات يعني كل ما لها وتتطور مرة يجيشتوا عرايسي مرة بالقملة كذا من صناعة الأنامل في المنازل القديمة في عدن يصنع أنواع كثيرة من البخور ولكل نوع سعر مختلف لكن مهما اختلف نوعه أو ارتفع سعره لا يخلو بيت في عدن من البخور العدني ابتيال الصالحي لقناة يمن شباب من العاصمة عدن وأخيرا هذه إطلالة سريعة على أسعار العملات ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر